فالسنة بقى لعبتهى وخلصت وبقى جي كابتن جوهري كابتن جوهري اللي شاء 82 بقى قالك كابتن ماهر أحمد ماهر هو اللي قدمك لكابتن جوهري وكابتن زيزو كان مدير كورة كان مدير كورة سنة 82 بعد بطولة طلقه بطولة متشين احنا بتاع بطولة افريقيا لا 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 افريقيا أنا كنت بتأيد معاكو بس ما كنتش متأيد افريقيا لإن التأيد كان بيبقى في أول السنة بس اللي يس من السنة لذات لا أنا حضرت معاكو حتى ليه صورة معاكو واحنا بالصوارين بالكاس بعد ما ارجعته بيه بس احنا كنا المجموعة اللي ما كانتش مؤيدة في افريقيا لا أنا بتكلم على 81 بعد ما خلصت بداية 82 انا جئت 82 القد بيبقى بشارة 7 طيب وانت تحت وعلي 20 سنة جي فترة من فرات قالك ان سامة عربي لازم يمشي مظبوط مظبوط الكلام ده لا مش لازم يمشي هو يا إما هنتأيد فوق يا إما بالردي سننا خلاص متضبطي كده إيه اللي حصل اللي حصل دي بقى سبحان الله ده بقى التوفيق والقادر يعني اه التوفيق والقادر مظبوط هو زي ما أنا قلت كابتن زيزو كان مدير كورا وكابتن جواري اللي ارحمه كان المدير الفني جي 82 الله يرحمه يا حسيني ديه كان اختار 30 لاعب لمعسكر انتوا رايحين تعملوا اعادات في ألمانيا في ألمانيا والموسم بالنسبة للعشرين سنة انتهى هو اختار كام لعب من عندنا او اللي كانوا بلعبوا اهو الجينرال الجينرال والله يرحمه يحسن إليه اه الله يرحمه تاريخ كبير يعني اه اختار المجموعة اللي كانت عايزها زي مجموعة بقى اللي هي القديمة اللي كان بتاعب مع كلوتشاي او ساعات زي حشيش واسماء عباس وعلاق مايهوب والمجموعة دي ده اللي هو بقى في بداية 82 ايوة اه اه والباقي خلاص هيمشي فاللي حصل ان الكابتن ماهر طبعا اكيد كلمه كابتن اه سلامة اه رغم انه ما كانش مررني في العشرين هو كان مدرب 18 سنة ايوة شافني برضو من الناس اللي كلمتهم علي اه وبعدين الكابتن زيزو كمان حكالي حاجة اه انا اول مرة كنت تعرفها قلينا ايه فكرة ليه سبب كبير قوي انك انت نبص عليك قال لي مرة قابلني في الجنينة في النادي قال له يا زيزو انت انت رايحين محسكر وبتاع ده في ولد كويس قوي في العشرين اسمه اسامة رابي خدوا بالكم منه رغم ان الكابتن فؤاد ما كانش مدربه ولا ليه علاقة بيه كان الكابتن فؤاد ساب اه او زي ما كان بييجي في النادي كده بيتفرج على التمرينات ايوة بيجي تفرج على الماتشاط الناشئين بيجي تفرج على التمريل اول الله برحبك طول عمره كان موجود معنا في النادي من 76 مظبوط اه فكان هو بييحضره في النادي بيحضر بيشوف الماتشاط اللي الخرق بتاع الكلام ده شوف الناشئين اتعافي زمان كانوا الناس مرتبطة اوي بماتشاط الناشئين لان ما كانشي لسه الدوري كان الناشئين دي كان فيها نجوم كتير جدا مظبوط وكلها كانت في النادي الجزيرة في الاهل الجزيرة اه في التيتش في التيتش فكانوا بيتابعوا الناشئين من اولر 13-14 سنة ودي خدمة المباريات على ملعب تيتش دي خدمة لعيبة كتير جدا طبعا اه فكابتن زيزو حكيها لي والله قريب من 3-4 سنة ومكنتش عرفها لان ما كانشي لها اي علاقة بالكابتن زيزو فقال له خلي بالكم من فكابتن زيزو قال لي اه وكان طبعا الكابتن مارو وكابتن ارسالي بردو متكلمينهم فجيكابتن جهري قبل ما يسافروا المعسكر بتاع المانيا دا جيه طلع 5-6 من الفريق العشرين اللي هما مش مسافرين معاكم اه وعمل تأسيم واده كابتن عنور السلامة كمان اه طبعا بنادريه صحة بتلنا كلنا كابتن عنور دا طبعا اه عمل طلع بقى كام واحد كده 6-7 وعمل تأسيمة صغيرة يعني في مربع انا فاكر كويس جدا المربع اول ما تخشش من الملعب اللي هو على اليمين على اليمين على ناحية الكورنر كده على الكورنر دا عمل كده مربع مثلا عشرين في عشرين ولا حاجة وعبنا اربعة دا اربعة عشان يشوف تحكم في المهارة ايه واللعب يتحكم سبحان الله مفيش ربع ساعة وتلت ساعة اه رحمناها ولقيته بندهني بيقول لي على فكرة انا مسافر اه المانيا بعد بكرة وكان اختار التلاتين خلاص اه وتأشيرات تلع يعني خلاص نعم ما تمشيش ولا تعمل اي حاجة الا غير لما انا ارجع من المانيا لان احنا مفروض خلاص بقى هنمشي اللي هيشوف نادي واللي هيشوف يعني هو قالك الكلام دا انت افتكرته بقى فضل بجالس وخلاص اه اه انا قلت كده طب عملت ايه بعد ما قالك الكلام دا طبعا روحت قلت اكيد بيجاملني اكيد بيقول كده وخلاص فبتلت بقى روح اسعف ان ديه تاني روحت دومياط دومياط اه عن طريق حمد زير الله ارحمه وكابتن سامير زير الله ارحمه طبعا كان ما فيكم الكابتن شازل وكان على فكرة احنا مرتبطين شوية كان كزا لعيب من عندنا في الفرق اللي قبل كده راحوا دومياط كان بيلعبه في الدولة الممتاز عشان كابتن سامير زير الله ارحمه كان بيلعبه في الدولة الممتاز مم فكابتن شازل شابني وقال لي خلاص انت هتبقى معايا بس انا ما ينفعش يعني اعمل الاستمرار وكان غير لاما الاهلي خلاص يقول لك اوكي الموسم انتهى خلاص يعني هو دخول الحمام زي خروجه اه سبحان الله رجعت واسبوعين بتوع معسكر في ألمانيا عدة لقيت انا قصام عباس الزميلي كان طبعا معاكو في المعسكر ونجمل اسماعيلي بعد كده هو ساكن جنبي لقيته جايب انته عليها يقول لي عسامة تعالى ده كابتن جهاري عايزك انا قلت ده كابتن جهاري عايزني في ايه ما صدقتش ما صدقتش طبعا انا فات اسبوعين ثلاثة انا قلت الكابتن جهاري بيقول كده وخاصه نسي هو من اللحزة اللي قللي فيها كده هو حطك اجماغه اه قلت له طيب كان التمرين مسلا ساعة ثلاثة وانتوا في الملعب لقيته انا حتى رحت متأخر بتاع ديئتين ثلاثة كده هو كان في الملعب هو كابتن زيسو كان قاعد برا كابتن فاتح مبروك كابتن فاتح مبروك طبعا بندله الصحة برضو لقيته بيشاور لي غير وانزل ما قال ليش حاجة انا اذا ما فجل قال لغير تعالى انزل التمرين او الله وانتوا لقيت نفسي بقى باجري معك انت وكابتن مصبا يونس وكابتن الخطيب في اللحظة لما نزلت الملعب انا ما صدقتش انت ايه ايه اللي ضار في ذهنك انا مش مصدق في وسط نجوم كبيرة زي كده هعمل ايه اه كان حلمي يعني انا ما ما لقيتش يعني هي سريع سريع واحد بنده علي تعالى التمرين لقيت نفسي في وسط اول لحظة نزلت فيها ملعب لتيتش كنت ضايخ ولا في بيتفكر في ايه اكيد ضايخ اه يعني انا نجوم بشورهم اصدقلين احسينا بالحطة دي اه طبعا نجوم بشجعهم بروح وراهم الملعب بشورهم في التلفزيون مش في يعني ايه ده انا معهم مرة واحدة لقيت نفسي باجري معاهم اه كان لسه التسخين بيبتدي اللي في حولي الملعب اللي في حولي الملعب ايه شغل البرازيلي ده ايه ايه فانا قيت دخلت فيه على طول كده و بعدين التمرين خلص قال لي يا يا سامة خلاص انت بعد التمرين بقى هو كابتن زيزة انت ان شاء الله وانت اثناء التمرين ايه اللي دار بينك هل فيه في الحد في ملعب حتا اكيد اللعب استغرابت اكيد يعني لا لا ما انا عاوز لك حاجة هل حد فيه من اللعيبة الكبيرة كنت موجودة الخطيب انا زيزة اه كلكم كنتم موجودين هد حد يكلمك في حاجة ولا حد يقلك اي حاجة لا مش فاكر انا مش فاكر تكري يا سامة مش فاكر ايه اللحظة يعني بس بعد كده خلاص بقيت واحد منكو عادي لانه انتو بصراحة ودي حقيقة لسا 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 اه استاذنا متفيسي كده على بتاع ده بعد ما خلصت التمرين اه عملت ايه بعد ما خلصت التمرين دخلت قط الدرجة الاولى لقيت وهو ندى عليك كابتن جواري دخلت قط الدرجة الاولى ولا في القوضة اللي كان بتاعتي الناشئين لا تقريبا في قط الناشئين في قط الناشئين اه ويقيت هو بقى ندى عليك كابتن جواري وكابتن زيزو وقال لي معك كابتن حزم كرم كمانا رحمه الله الله ارحمه طبعا اه لقيته بيقول لي يا سامة انت خلاص ان شاء الله ربنا وفقك وفتاع انت بقيت اساسي معنا هو تقريبا لما راح المعسكر هناك حاطتني في دماغه وشاف الفرقة نقصة اه شاف حد ما عجبوش هناك كان واخده مثلا اه لا كان دماغك كابتن جواري فاستبعد واحد من التلاتين اللي سفروا لانه كان القد تلاتين لعد وايدك وايدنا انا بقى على طول اول لحظة دخلت فيها غرفة الملابس بتاعت النادي الاهلي بعد ما تأيت اه طبعا ايه اللي انت ايه مين اللي قابلك مين اللي سلمت على مين عادت مع مين اتكلمت مع مين كابتن جواري قالك كيف وص النجوم دي كلها اه لا قال لي طبعا خلاص ربنا وفاقك انت هتبقى واحد معانا وشد حيلك وكذا وانت في لعب في النادي الاهلي كلام بقى ده دخلت القوضة اه عادت عادت مين اللي قابلك من اللعبة كبيرة ومين اللي كلمت من اللي قالك حاجة لا هو لانا طبعا فيه برضو بعضهم كان بعض الماتشات كان بيجي لعب معنا في الناشئين في يعرفت في العشرين سنة زي محمود صالح زي شوبير زي المجموعة دي لكن طبعا انتو بالنسبة لنا كنتو لسة يعني بالنسبة لنا يعني انتا كنتو لسة في القوضة بتاعت الناشئين ايوة ساعات كده كنتو بخش بعد كده اسبوع ولا اسبوعين بقى خلاص ضمت تاني خدت الفيزا خدت الفيزا خدت التأشير مين اللي قابلك من اللعبة كبيرة مين اللي يتعامل معاك اول واحد لا انا مش فكر حد معين بس انا اللي انا فكره ان الحمد لله من ساعة ما دخلت ما فيش كام يوم خلاص بقيت حسنت انه واحد قديم دي حقيقة حتى بعد كده مع الاجيال بقى الاصغر من اللي اللي لعبوا معانا او حتى هذه اللحظة عمر ما حد بيخش ناله ويحس انه غريب يعني على طول بيحس انه يعني واحد من طيب الكابتن جواري وزفك ايه في الملعب ساعة هل في نص ملعب ولا فرد ولا باك انا طول عمري كنت بلعب نص ملعب اه وبالذات ناحية الشمال لعبت ناحية اليمين طبعا بس الوسط كان المعظم الطريقة زمانك بفين در يعني اربعة ثلاثة ثلاثة اه لا كنت انت كنت السابق كان ببقى فيه واحد لا كان ببقى فيه واحد ارتكاز وانا شمال تلعبت مع مجدى عبدالغاني بقى ما فترة طويلة لعبت مع عبت مع الناس كتير بقى زي المين طبعا انت اولهم كابتن خطيب كابتن اكرامي وسابت كابتن مختار لعبته مع مج واحد بعد كده تصاب موضوع سيشيني في ماتش المقولين احمد عبدالباي كابتن مصافة يونس تمرنت معاه لا كابتن عبدالباي كان بطل كابتن شتا كان بطل كابتن فاتح عمروك كان بطل كابتن مصافة يونس طبعا اتمرنت معاه بس بطل بعدها ما لعبتش معاه راسمي كابتن عمر كابتن عمروك لا برضو كان بطل لا انتم اللي كنتم مكملين انا والخطيب وثابت ثابت وإكرامي وإكرامي جي بعدها ومار أمام وحسام البدري قبل ما يتصاب ومحمد عمروك ورمضان السيد ورمضان السيد خليل جد الله طبعا لا معلاء وزكري يعني دول جيلي ولعبت معهم فاكر الصورة دي اه طبعا دي كان السنة كام دي دي بطولة إفريقيا كؤوس ستة وتمانين الثالثة اللي احتفظنا بها خطيب محمد حشيش علاء ميهوب مصطفى عبد ومتحط رمضان محمود صالح ربيع ياسين خليل جد الله زكريا نصف زكريا نصف قول انت بقى الصف التحتاني طايرا بوزيد محمد عامر وصام عرابي شوبير إكرامي سابت الله رحمه مين اللي كان بعد محمد عامر حمد الجمع انا انا انتهى الشكلة كنت حلو الرطوبة هاي اللي بوزت شوبير وإكرامي وثابت انا ارحمه محمد السيد وضية وايمن شاوي وايمن شاوي اللي هي ستة وتمانين ستة وتمانين اللي هي تبطل اخدناها مع كابتن طاس معيل ربنا اديله الصحة استوى بوخارسة لما احنا اكلم فيها احنا اكلم فيها كابتن طاس معيل اللي هي مع يوفينتس يونايتد اللي هو الماتش الروع بالله احنا كسبنا هنا 3-0 اه احنا اخدنا علقة هنا اه اخدنا دون علقة في الفرقة دية بيضربوا ضرب لا انا كان سجارة جابوني سجارة سجارة اللي فينتس كان مع كابتن جوهري السنة الابني مع كابتن جوهري اه السجارة جابوني كسبنا 3 وكنا رايحين متأكدين خلاص الماتش بتاعنا والشوت الاولى اللي تلاقينا صفر صفر اه يعني الموضوع انتهى وفي اول ربع ساعة دي كانت البطولة التالتة اللي هي الابطال الكؤوس اللي هي كفوضرالية دلوقتي اه اللي هي التالتة احتفظنا بالكاس للأبد انا انا هي احنا لعبنا اه 83-84 84-85 85-86 84-85 84-85 مع الكابتن سياسة اللي ارحمه مع كانوني ويندي كاميروني ايوه وكابتن جوهري مع الفينتس سونايتد وعدين كابتن تاسمعيل اللي هي التالتة اللي هي الصورة كانت فيها دي اه اللي احتفظنا بالكاس للأبد وانا يعني من هنا برضو بقول ان الجيل ده من اعظم الاجيال اللي جات في النادي الاهلي اللي هو جيل السبعينات واحنا كملنا معاه نعم طيب انت اول مباراة اللي بتاعي كانت مع مين معا اول مباراة دي كنت الكابتن جوني عليك استعد انت هتلعب المباراة دي كانت مباراة دوميات الولومبي الولومبي السكندرية لعب سبا ستة اه ازا كلا نصف جابت تلت جوان فوز جاب جونين وكابتن مختار جاب جون اه وانا نزلت اخر ربع ساعة تلت ساعة كلا ما كان مختار كانت اول مباراة هي دي المباراة هي دي لقطات من بعض المباراة اه وانت من عصر الحجر القديم اه لا هو كان كابتن جوني انت عارف كان بالذات مع الناشئين بيحب يعمس الدنيا يمرمطهم في التدريب ويحسسوا ان احنا كمان اه والفرصة مش مش سهلة لا 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 لجنبي صعب للناشئ عشان لما يطلع فوق مظبوط يحسسوا ان انت يعني ما طلعش كده اه لان انا في اه عدت معاه مرة زهقنا بقى كنا انتو تلعبوا وحتى ساعت كان في تقسيمات انتو تلعبوها 11 ضد 11 ومسلا تلاقي 6 7 قعدين برا بنتمرن في الجيم بنتمرن نشيل حديد وراجون نجري اول مرة قالك الكابتن جوهر انت هتلعب في الماتش بتاع بتاع الاولمبي اللي كان في اسكندرية جابها لك ازاي اه انا عدت معاه يعني بعد بس ان اربع خمس شهور كده من التدريب وقلها كابتن جوهر انت هزهقنا من التمرين ده احنا على طول حديد بنشيل وراجونه في الجيم وهنا وبنجري وبتاع قال لي كلمة ما منسهاش ابدا قال لي واسمه مش المشكلة اكتلعب امتا قال لي الجدعانة انك لما تلعب ما تطلعش من الملعب ما هي دين دين صح فهو كان تملي عنده حتة التحفيز والمعنويات والحاجات دي عالية تعال في الكلام ده حصل معايا امتا اه بعد ما مشي كلوتشاي اي كابتن جوهري جي تولى مسئوليه الفريق الاول ليه خدنا فيه بطولة فرقية ايو 18 18 خدنا جابني انا والحطيب وسابت وربيع وعملنا كشف طبي كامل كان بي هو في التحاد جده وجه من التحاد جده فانا قلت يا بقى كلوتشاي كان عاوز يبطلنا اينا بعد الناس كده انما كلنا كلش مزبوط بامانة ما وطبع ما كلمش وقد نتلعبته ست سنين بعدها سبع سنين سبع سنين فالمهم الكابتن جهري قال لي انت عايز تلعب طبعا لا هزلعب قال لي اللي هنقولك عليه كرس كل حياتك كلها للكورة بتقوله كويس قالنا ان هنا هستعملك في افريقيا تلعب في افريقيا وانت اللي هكسبني الماتشاد دي ما تقوليش لأ على اي حاجة في المعلع بتقوله اوكي جاب لنا كل واحد كيس ادوية كيس ادوية بيننا نمشي بش النادي بكيس الادوية ونروح بكيس الادوية وعملنا كورسات تغذية من جديد وحاجة كانت غريبة جدا نقال لي فجيت مرة قاعد احتياطي برا فانا اتقمصت منه فقال لي نفس الكريم انت بتقولها دي قال لي المشكلة انك مش تلعب ماتش وتفرح ان عجبتي ماتش لأ دي انت لما تلعب بتحط رجلك في الملعب قول لي صعب انك تشيلني ايو صعب هي دي ده ده كان الكابتن جهري كده كان ببنيه في اللعيب اه دي حقيقة وهو رغم انه انه نختلف معاه في بعض الحاجات في بعض الجزئيات نتفق معاه ولكن ما فيش شك في الوقت ده هو كان سابق عصره فكر الناس الموجود زي ما انا عجبشو انت الادوية والنظام التنزية انت عفكت الواجبة الاساسية بتاعتنا ايه اه احنا كنا بنيجي قبل المباراة كل واحد فينا اللي كان بيطلب سكالوب بني ولي كان يطلب فيليه ومكارونا ورز ويعيش رح تتفسح ايه احنا عدنا كده فترة طويلة لقيت الكابتن جهري لما قول ما تولى المسئولية لقيت الواجبة الاساسية اللي لعيب الكورة مكورة سباكيتي ايه وبعدين قطعة جاتو الصغير ايه يا كابتن جهري بشهينب قال لك هو ده ايه تعودنا عليها بقى كده زي الرهونات في الملعب اه لا لا اولا كان سابق عصره في فكر مداربين كتير اول اه ففعلا بقى جيه قال لي حطيني احتياطي في المطش ده بتاع الامبي وكابتن المختار كان جاب جون ساعتها في اخر ربع ساعة او تلت ساعة طلعه ونزلنا ناقل عب بعد المطش قال لك كابتن جهري قال لي كويس بداية هو بتاع ويشد حيلك وبتاع اصلا انت برضو عشان كده انا بقولك انه ساعات الظروف بتبقى سهلة الحد وصعبة الحد طبعا احنا لما طلعنا عالجيل ده كان جيل جامد جد اولا كنتوا واحدين بطولة افريقيا قبلها وانا حضرت معاكم الفترة دي بس ما كناش مقايد في افريقيا نعم وفي السبعينات كنتوا مكسرين الدنيا جيل يعني طلع من 72 وعلى 73 كان مكسر الدنيا في مصر ظروف خدمتنا كمان حرب 67 اه اه كان في نجوم كان الكابتن صلح وكابتن طري وكابتن رفعت وكان نجوم ملاش اول من اخر وكان الكابتن جاهري موجود معهم وكابتن عواضين كابتن عادل هيكل الله يرحمهم هم دول اللي عملوا كيان لإسم النادي الاهلي احنا طلعنا بعد كده عادنا فترة طويلة جدا ما فيش كرة من 67 ل73 ايوها بدأنا بعد كده نحط رجلينا بقى ايوها فكان جيل يعني عظيم وكبير وملياء اللعيمة مليانة يعني وكل واحد ما كانتو يعني بيقاتل عليها وكله نجوم كتير حتى كان فيه شباب كمان يعني يعني انتو كنتو موجودين ككابتن وفيه بقى الشباب كمان طلع زيطار ابو زيد وعلاء مايوب وزكريا وحطوا لصور معاني طبعا وماجد عبدالغاني وماجد عبدالغاني وعمود صالح فجيل كان مازج بين الخبرات والشباب فاللعب فيه ما كانش سهل وخالج جدالة وعامر طبعا كانوا مليانين ما انا بقولك هزا دي النقطة اللي هي موجودة في النادي الاهلي انا واحد من الناس باحبت ربنا كنت طلعت لقيت نفس بلعب في النادي الاهلي اللي بيجي حتى خارج النادي الاهلي او من ناشرين بيطلع بيحس ان هو بقاله في فرقة دي بقاله ان كله بيحتضم بعض هي كيان واحد وكله بيداره احنا عايزين نكسب صحيح ما منحسش بفرقة فابتدت بقى البداية اللومبي ثم برضو دميات عشر دقائق ربع ساعة ثم اللي هي بقى الكبيرة بقى اللي ابتدت هلعب بعدها اساسي اللي هي نهاي بطولة افريقيا ثلاثة وتمانين مع كوتوكو هناك اللي هي واخسرنا فيه واحد صفر طيب